اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست نفس انا سماحة العثمان مدربة في السلام الداخلي ومدربة لتقنيات العلاج بالفكرة كثير تجيني اسئلة على الانستجرام او احيانا على تويتر انه سماحة انا اشعر بالضياع ومع وجود الكثير من الكتب عن تطوير الذات وكثير من المدربين وكثير من الدورات انا محتارة ابدأ من وين وكيف ابدأ بتطوير ذاتي خليني اقول لك ان شعورك بالضياع وانزعاجك منه دليل جيد جدا لان في كثير ناس ضايعين من سنين وما يدرون ومستمرين في طريقهم لكن لما انت ضايق من المرحلة اللي انت تمر فيها معناتها انت تبحث عن طريق جديد وتبغى تتغير خذوا نفس عميق وخلونا نتكلم في هذه الحلقة كيف تبدأ رحلة التغيير اول سؤال اطرحه عليك ليش تبغى تتغير ليش التغير هل عندك عداد سلبية تبغى تتخلص منها او مثلا مشاعر سلبية عالقة عندك تبغى تدور لها حل او ممكن تكون تسعى لزيادة انتاجيتك او ممكن مليت من الطريق اللي انت فيه او وصلت لفقدان الشغف والملل فتبغى تتعلم شي جديد كل هذه الاسباب ممكن تكون محرك لشعور الضياع عندك رحلة التغيير تاخذ وقت وتغيير العداد وتغيير نمط الحياة ما نعتبر شي سهل بيوم وليلة تحصل عليه لذلك الموضوع رح ياخذ منك وقت رح ياخذ منك جهد فاخذ الموضوع حبة حبة بالتدريج حتى تصل للشي اللي انت تبغى وفي هذه الحلقة رح اشاركك نقاط مهمة وملهمة تساعدك في رحلة التغيير التي تبحث عنها خصوصا انه احنا داخلين على سنة جديدة واهداف جديدة وممكن باذن الله هذه الحلقة تساعدك انك تبدأ السنة الجديدة بافكار جديدة اولا اذا تسألني عن التغيير رح اقول لك ابدأ التغيير من مشاعرك تعرف على نفسك اكثر ايش مخوفك الحالية ايش نقاط قوتك ايش نقاط ضعفك كيف تتعامل مع مشاعرك السلبية وكيف تعزز مشاعرك الايجابية المشاعر هي المحرك الاساسي لنا وتلعب جزء كبير من يومنا وتصرفاتنا لذلك انك تتعلم ادارة مشاعرك او مهارة ادارة مشاعرك والتعامل معها هذا الشي رح يساعدك انك تتعامل مع احداث حياتك بطريقة مرينة اكثر ممكن تتعلم هذه المهارات من الكتب من المحاضرات من اليوتيوب وايضا ممكن تستفيد من حلقات بودكاست نفس اللي تكلمت فيها كثير 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 عن المشاعر اذا اول نقطة تهمني في التغيير انك اندا تبدأ تراقب مشاعرك وتعرف ايش المشاعر اللي طاغي عندك هل هي خوف هل هي غضب من الماضي هل هي تأنيب واعيك بالمشاعر هي اول نقطة في رحلة التغيير اثنين تعلم كيف تعبر عن شعورك يقول الكاتب والمغني كريس مارتن بالعربي عليك ان تعبر عن نفسك في الحياة وعبر عنها للخارج بدلا من الداخل لان ما تكشفه تشفيه بمعنى تعلم انك تعبر عن مشاعرك بدل ما انك تكتمها في داخلك لان الشي او الشعور اللي تعبر عنه وتقوله ممكن يتشافى من نفسه بمجرد انه احنا ايش تكلمنا عنه وعبرنا عنه لكن لما تكتم القلم وتكتم الشعور فهو رح يزيد بداخلك بشكل اكبر اي شخص تشعر انه اساءلك قول له او ما احسن التعبير لك قول له قول له انه ضايقت من ردة فعلك يا فلان او الطريقة اللي كلمتني فيها ما اعجبتني يمكن انت ما تكصد لكن انا حبيت اني اوضح هذا الشي رح تلقاه ممكن يعتذر منك ويبرر لك السبب خصوصا لو هو شخص قريب او من الاصحاب رح يبرر لك انه هذا الشي ما كان بالمقصد منه وايضا في طرق اخرى نقدر نعبر فيها عن مشاعرنا مثل هوايات احنا نحبها الرسم الشعر الغناء الكتابة في كثير ممارسات نقدر نطبقها حتى نفرغ مشاعرنا ونعبر عنها ثلاثة من الاشياء اللي ممكن تساعدك انك تبدأ تستكشف نفسك تعلم شي جديد مهارة جديدة لغة جديدة هواية جديدة مثلا انك تتعلم لغة برمجة جديدة او تتعلم العزف على آلة موسيقية او تتعلم اللغة الانجليزية اي علم جديد رح يفتح لك ابواب جديدة ويعرفك على مشاعر جديدة بداخلك ما كنت تعرفها اربعة واجه الخوف من الفشل الجميع عنده هذا الخوف ولكن بدرجات مختلفة وفي تمرين رح اشارككم اياه ما ادري لو الجميع ممكن يطبقها ولكن التمرين بصراحة اعجبني وطريقته كانت غريبة هذا التمرين يقويك من الداخل ويخليك صعب تنكسر ويخليك اكثر مرونة ويخليك ما تخجل من كل شي التمرين فضيل التمرين هو لرائد الاعمال نوح كاغان اسمه the coffee challenge او تحدي القهوة وسبق وشاركتكم هذا التحدي على الانستجرام واللي تابعني على السوري رح يعرف اني انا حطيتها يقترح الكاتب نوح ويقول انه في كل مرة تحدي نفسك في كل مرة تروح على coffee shop وطلب منهم خصم 10% حتى لو ما فيه اي مناسبة طيب وشوف ردود افعال اصحاب البزنس فيه ناس بتقول لك اهلين اكيد طبعا تفضل فيه ناس بتستغرب بتقول شفيه هذا ليش جاي يطلب لا والله احنا ما عندنا هذه الخدمة فهذا التمرين في كل مرة ممكن تصيب معاك او تخيب او انه احد يرفض طلبك رح تبدأ تتعود على الرفض انه عادي الناس تقول لي لا وعادي اني اطلب شيء والناس تقول لي لا فبالتالي ثقتك من الداخل تصير اقوى وصير تعرف انه انت لك الحق انك تطلب ولك الحق انك تقوم بعرض اشياء ممكن انت في البداية تقول تشعر بالخجل اني كيف اروح اطلب خصم عشرة بتمية بمناسبة ايش يمكن يفشلوني فهذا التمرين رح يساعدك انك تكسر هذا الحاجز اعرف انه مش تمرين سهل ولكن بصراحة ممتع ايضا كمان ذكر في المقالة اللي شاركتها انه يجب عليك مرة واحدة في حياتك على الاقل انك تجلس في كرسي طيارة مش كرسيك ويجي المضيف يقول لك يا لقو هذا التمرين نفس الشي رح يساعدك انك تكسر حاجز الخجل والاحراج احنا دايما متعاودين نمشي على النظام دايما متعاودين نكون صح دايما نخاف انه احد ينتقدنا او يعاقبنا لكن لما انت تحدى نفسك تبدل تسوي هذا التمرين ممكن ينجح اللي يحب خليه يطبق هذا التمرين ويشاركني تجربته ورح يعني اشارك هذا التجربة للمستمعين لاحقا خمسة غير نمط حياتك ابدأ اكتسب عداء جديدة مثل الاكل الصحي مثل ممارسة الرياضة يوميا او اي شي بسيط تقدر عليه وزي ما قلت في البداية بداها بالتدريج حتى يش تصير عندك تصبح عندك نمط حياة ومن المعروف ان الانسان يحتاج عادة الاقل 21 يوم الاكتساب عادة جديدة لذلك ركز على العادات اللي انت تبي تكسبها وابدأ بتطبيقها بالتدريج والاهم الاستمرارية ستة اذا انت تشعر بالضياء بس احبهم يعني بسعون صدري ليش اخليهم ممتاز ما قلنا اخليهم ما قلنا اتركهم استمتع معاهم ولكن ركز انك تحيط نفسك بمجتمع يرفعك مجتمع يرفع طاقتك يرفع ذبذباتك ناس عندها افكار جديدة ناس تتكلم عن اشياء جديدة ناس تتكلم عن فرص عمل جديدة فرص بزنس جديدة افكار تطورك خلي اصدقاء الوناس لحال بس احرط انك تكون لك مجتمع يساعدك انه يرتقي فيك وممكن انك تضع نية للعام الجديد انك تلتقي بناس تساهم لك في تحقيق اهدافك وتضيف البهجة لحياتك وبهذه المناسبة اذا حاب تتعرف على مجتمع تتشارك معه التغيير في العام الجديد انصحك تنضم معنا لبرنامج شفرة 23 واللي من خلاله رح نكون في لقاءات متعددة انا رح اكون معاكم خلال العام القادم لتحقيق الاهداف وتنظيف المعيقات اللي تمنعك انك توصل الهدف رح نكون جروب متكامل نجتمع في اوقات محددة خلال السنة ادربكم اسمع المشاكل اللي عندكم وانصحكم كيف ممكن تحلون هذه المعيقات اللي تمنعكم من الوصول لهذا الاهداف وايضا رح يكون فيها جلسات تنظيف عميقة حتى نساعدكم انكم تفككون المشاعر العالقة اللي تمنعكم من تحقيق هذه الاهداف هذا البرنامج مختلف تماما عن طرق التخطيط المعتادة اللي انا شخصيا مليت منها فهذا البرنامج رح يعتمد اكثر على طاقتك ومشاعرك ومن ثم التطبيق المادي رح اضع لكم رابط الاشتراك اسفل الحلقة ورح يكون في خصم للتسجيل المبكر اللي ينتهي باخر الشهر سبعة وهي اخر نقطة حدد اهدافك اللي تبغى تحقيقها لا تترك الموضوع عايم خليك دقيقة اذا تحب الكتابة اكتب الاهداف اذا تحب ترسم ارسم الاهداف اذا تحب تتخيل تخيل الاهداف المهم حدد لك ثلاثة او اربع اهداف اساسية على الاقل تشتغل عليها في السنة القادمة ايضا في برنامج شفرة 23 رح نساعدك في وضع الاهداف وكيف تحققها باذن الله بمشاعر متزنة شاركتك اليوم سبع نقاط تستطيع من خلالها ان تبدأ التغيير تذكر ان شعورك بضياع هي اول نقطة لانطلاقك لذلك ابدأ بتطبيق هذه السبع نقاط بالتدريج وشاركني في التعليقات اول نقطة رح تبدأ فيها وفي الختام خلونا نسأل الله انه يعلمنا القوة الداخلية وانه يعز صورتنا الاجابية في انفسنا وانه ينصف اي صورة او اي معتقد سلبي اكتسبناه عن انفسنا انه احنا ضعفاء او غير قادرين او اننا غير كافيين وانه يستبدله بمعتقد اننا كافيين قادرين منجزين واقوياء فيه سبحانه القاكم في الحلقة القادمة في امان الله